إدارة المسؤولية الطبية هي إدارة استحدثتها وزارة الصحة قبل أشهر معدودة وتضم ثلاثة أقسام قسم تلقي شكاوى المسؤولية الطبية والتي للقضايا التي تحوم حولها شبهات الأخطاء الطبية وكذلك قسم متابعة القضايا وقسم كذلك الدراسات المسؤولية الطبية الإدارة ستعمل عبر أقسامها على استقبال أصحاب الشكاوي من القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بالمخالفات المهنية والأخطاء الطبية لتقييمها وإجراء التحقيقات اللازمة من النواحي الطبية والفنية والقانونية فهي في الأساس الأول للاستماع للسادة من متلقي الرعاية الطبية وكل من لديه استفسار وكل من لديه كذلك رغبة في إعادة النظر في التحقيق في أحد القضايا أو في أحد الحالات التي تحوم حولها شبه الأخطاء الطبية المسؤولية الطبية تتناول أيضا جانب تبصير وتوعية المرضى بخيارات العلاج والحصول على الإقرار المستنير إذا مريض كان يحتاج أنه تسير له عملية في توقيع للعملية للموافقة قبل التوقيع المفروض أنه فيها جزئيات معينة فالعملية لازم تشرح بلغة بسيطة يفهمها المريض العملية ومضاعفاتها للشائعة لازم تذكر أن المريض لا يعمل العملية في نفس اليوم الذي يقابل فيه الطبيب على الأقل ثلاثة أيام بعد الموافقة لعمل العملية أو الإجراء الصحي أو الإجراء الطبي للتجميل ذلك يعطي المريض نوع من الوقت وعدم الاستعجال كما توقف المشاركون في حلقة تعزيز ثقافة الأطباء وإخراطهم في أنشطة المسؤولية الطبية منها أولا إذا حدث خطأ طبي لا سمح الله أن يكون كيفية التعامل معه وإيضا من ثم كيفية تطبيق الإجراءات السليمة في سلامة المرضى أثناء العمليات